بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا كل سلام حضركم طيبين احنا دخلنا كمان في الشهر المبارك الشهر اللي بيفتح أبواب الاستعداد لشهر رمضان شهر شعبان المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا في خير حال وفي خير صحة ويبلغنا رمضان على أحلى وأجمل وأطيب وأقرب حال النهاردة شوية الحلقة بتاعتنا احنا يوم الحد بنروح على البيوت نتفقد البيوت نتفقد البيوت ليه؟ لأن البيوت أمانة البيوت بالأمانات على فكرة البيوت مليانة أمانة أمانة ربنا بيقضعها لأن ما في بيت بيتفتح إلا وربنا بيقضع فيه أمانة السكينة والمواد والرحمة فبتبقى أمانات وعشان كده الرجل راعي والمرأة راعية في بيت زوجها والاتنين مسؤولين عن راعيته وعلى فكرة أنا بحب أول فلسفة أن الراجل بيرعى زوجته وزوجته بترعاه لأن الاتنين رعاه في البيت فالاتنين لازم يرعوا بعض بقول كده ليه؟ لأن حلقتنا النهاردة بنتكلم فيها عن مشكلة بتواجهنا كتير في مركز الإرشاد الزواجي بدور الإفتاح المساري بشوفها كتير ومن خلال استفساراتكم كمان لينا في برنامج ولا تعسره ومن خلال الفتاوى اللي ما لهاش حصر وعلى فكرة دي أحد أهم أسباب الخفية في ارتفاع الأسئلة وفي ارتفاع نسب الفتاوى اللي هي إيه بقى؟ اللي هي إيه المشكلة بتاعتنا اللي إحنا هنواجهها في البيوت دلوقتي ولازم نتعامل معها مشكلة الوسواس في الطلاق الوسواس في الطلاق لما بيكون فيه زوج كتير الحلف بالطلاق ويبقى بالنسبة لنا زبون دائم في مسألة الحلفان بالطلاق وبيرم الأيمان كتير على زوجته كتير بتشعر الزوجة إن هي عايشة معاه في الحرام لما الراجل يكون بيكتر الحلفان بالطلاق وإن حياتها فيها صعوبات كبيرة جدا جدا وإن ما فيش بركة في حياتها وإن هي مسعيدة وده مش بتحصل إلا لو الحياة دي مش حلال هي بتقول كده يا دي تفسير أحد التفسيرات الأنثوية إن هي نزع البركة ده سببه إن الحياة مش حلال تدور بقى على إن لقمة العيش مش حلال تدور على إن عيشتهم مع بعض مش حلال والزوجة مش بتبقى قادرة تعيش الحياة دي المشكلة بقى بتزيد وتتحول إلى مأساة اللي هي مأساة الحفام بالطلاق لما تكون الزوجة بقى حاسة إن هي متدينة زيادة أو بالتعبير الدارج إن هي حاسة إن هي ملتزة مدينية فالمسألة بتكون بقى الحياة بتبقى المسألة مسألة حياة أو موت إيه لي بقى؟ لأن الطلاق مقعة في منطقة خطر جدا جدا على أي زوجة متدينة اللي هي منطقة الأعراض فهي علاقتها بزوجها طول السنين اللي فاتت كانت حرام وبقى رايحة جهنم وخصوصا إن هي بقى بتتعرض لهذه المنطقة الخطر عندها اللي هي منطقة إيه؟ منطقة العرض بالنسبة للزوجة وكأنها بترتكب فاحشة كل مرة بتحصل علاقة خاصة بينها وبين زوجها ولازم تاخد حزرها وهي في البيت وتقعد بقى بالحجاب لأنها قاعدة مع راجر غريب وأجنبي عنها لهذه الدرجة؟ آه لهذه الدرجة هنا بقى الوسوس في الطلاق ده بقى لازم نقف عنده شوية إن الستة متوسوسة إن هي اتطلقت وتجيب لها أيمان المسلمين وقفوا ده مثلا بالساعتين تلاتة معاه على التليفون وإحنا بنفتيها وهي مصرة على إن فيه طلاق وقع وتقول لها كان مرتحتش وتبقى المسألة في بعض الأحيان مسألة صعبة جدا جدا لدرجة إن بعض الزوجات لما بيدخل عليها زوجها بتقفل الباب على نفسها وتقول له اعتبرني جليسة للأطفال بيبي سيتر خلاص أنا باعتبرني من مش خلاص أنا مش زوجتك أو تقول له ايه بقى كلمني قبل ما تيجي عشان إيه اللي حاصل عشان أخد احتياطاتي في دار الإفتة ويسألوا أكتر من شيخ ويسألوا أكتر من مرة بحجة إن هم ما ذكروش بعض التفاصيل لدرجة إن هم لما يوصلوا للفتوى بيكونوا عاوزين مننا نكتبها ساعات ساعات لما يبقى الوسواس متمكن من الشخص ده في الطلاق بيكون عايزني أعمل إيه أكتب له الفتوى بإيديا وكمان أحلف له بالله العظيم على الفتوى وده ممكن يحصل على فكرة للزوج وممكن يحصل للزوج طبعا إحنا ما عندناش كده والزوج على فكرة بيختلف شوية فممكن يقول لنا مثلا قولي حكم إن أنا بطلقها في سري يعني مثلا يقول لي إيه أنا طلقتها أقول له طلقتها يعني تلفزت بإني أنت طالق يقول لي أنا طلقتها جوايا بحس إن أنا بطلقها جوايا فأقول له هل تلفزت بده فأقول لي لأ مش فاكر أو ما ظنيش طب من أنت عملت إيه يقول لي أنا حاسس إن أنا طلقتها جوايا بس يفتيني على إن أنا تلفزت بالطلاق وده طبعا ما ينفعش ده خطأ وإحنا عندنا جزء مهم للتعامل مع الموسواس في الفتاوى ففي الأحكام الشرعية إحنا بنفت الموسوس بما يدفع وسواسو ترجمة نانسي قنقر